السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبائي تلاميذ الصف الرابع لابتدائي النهاردة بإذن الله عندنا درس جديد من دروس القواعد النحوية وهو بعنوان الجملة الفعلية أخذنا مع بعض الجملة الإسمية وعرفنا أنها كل جملة تبدأ بإسم إذن الجملة الفعلية هي كل جملة أحسنتم تبدأ بفعل وأخذنا مع بعض أنواع الأفعال وعرفنا أن الأفعال إما الفعل يكون فعل ماض أو فعل مضارع أو فعل أمر النهاردة هنتعرف على أركان الجملة الفعلية وإزاي بنعرف هذه الأركان نشوف الأمثلة مع بعض ذهب العامل إلى المصنع يشرح المعلم الدرس ذاكر دروسك ذاكر دروسك تساعد الفتاة أمها جلست البنت على المقعد الأمثلة اللي قدامنا دي يا أولاد دي جمل إيه؟ دي جمل فعلية لأنها كلها بتبدأ بأفعال ذهب فعل ماض يشرح فعل إيه؟ مضارع ذاكر أمر تساعد مضارع جلست فعل ماض يبقى كل الأمثلة اللي قدامنا دلوقتي هي جمل فعلية تعالوا نشوف مع بعض الجملة الفعلية مكوناتها إيه؟ أركانها هي إيه؟ إحنا أخدنا مع بعض الجملة الإسمية نفتكر كده وقلنا أن أركان الجملة الإسمية فاكرين؟ أحسنتم المبتدأ والخبر طيب أركان الجملة الفعلية برضو مبتدأ وخبر؟ لا أركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل وأحيانا يأتي مفعول به وأحيانا لا يأتي في الجملة عندي ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل الفعل إحنا عارفينه إيه بقى هو الفاعل؟ الفاعل ده يا أولاد هو من قام بالفعل تعالوا نشوف المثال اللي قدامنا طارت النحلة طارت النحلة الجملة دي جملة مظبوط جملة فعلية إيه هي أركان الجملة الفعلية؟ أول ركن الفعل فين الفعل في الجملة اللي قدامي؟ طارت وده فعل إيه يا أولاد؟ فعل ماض يبقى طارت الفعل هنا ماض هو ما يدل على حدث في زمن معين يا طرى الفعل هيعمل نفسه ولا لابد له من فاعل؟ لا لابد من فاعل يبقى الفاعل هو من قام بالفعل من قام بالفعل هو الفاعل الصورة التانية اللي هتظهر قدامنا بيقول لي أكل الولد الطعام أكل الولد الطعام تكتب التلميذة الواجب الجمل دي أيضا جمل فعلية لأنها تبدأ بفعل تعالوا نشوف أركان الجملة الفعلية كده كلمة أكلة كلمة أكلة فعل من الذي أكل؟ أحسنتم الولد إذن الولد هنا هو هو الفاعل هنلاحظ كلمة الطعام يا طرى الطعام دي هنعربها ما هو ده المكون التالت اللي قلنا ممكن ييجي في الجملة الفعلية وممكن ما ييش واسمه إيه؟ اسمه المفعول به اسمه المفعول به ويكون منصوبا يبقى لما بيجي أعرف بقول أكلة فعل موت مبني الولد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ماذا أكل الولد؟ أكل الطعام يبقى المفعول هو الكلمة التي تقع عليها فعل الفاعل يبقى لما بيجي أعرف الفاعل بقول هو الذي قام بالفعل أما المفعول هو من وقع عليه فعل الفاعل المثال اللي بعده بيقول تكتب التلميذة الواجبة تكتب فعل مدارع مرفوع مين اللي هتكتب؟ التلميذة يبقى التلميذة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ماذا تكتب التلميذة؟ الكلمة التي وقع عليها فعل الفاعل كلمة الواجب أحسنتم إذن إعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة نشوف بعد كده جمل ذهب العامل إلى المصنع الجملة جملة فعليا لأنها بدأت بفعل فعل اللي قدامي نوعه إيه؟ فعل ماض أقول عني فعل ماض مبني من الذي ذهب؟ نعم العامل إذن العامل طارب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المثال الثاني يشرح المعلم الدرس يشرح فعل نعم إيه؟ آه لست ما انتهاش يبقى فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ماذا يشرح المعلم؟ الدرسة إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المثال الثالث ذاكر دروسك الفعل هنا ذاكر فعل أمر مبني والفاعل بتاع الفعل الأمر دائما يكون مستتر يعني مستخبي مش موجود عندي في الجملة يبقى قول عنه الفاعل ضمير مستتر طيب دروسك ماذا أذاكر؟ ذاكر دروسك إذن دروسك أعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة نشوف التدريب ده مع بعض مصر بلد سياحي يأتي السياح إليها من كل دول العالم لمشاهدة آثارها الخالدة وتعد مصر بلد الأمن والأمان السؤال الأول بيقول أعرب ما تحتهو خط احنا عرفنا بقى يعني ايه أعراب طيب أول حاجة أروح للكلمة اللي تحتها خط وحدد نوع الجملة أول خطوة لازم أحدد نوع الجملة الجملة عندي بتبدأ بكلمة يأتي إذن الجملة هنا جملة فعلية من الذي يأتيه؟ أحسنت السياح إذن السياح إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعيه أتضم الكلمة الثانية كلمة تعد نلاحظ أن دي جملة جديدة تعد يطرد اسم ولا فعل آه لا ده فعل طب نوع ايه؟ فعل مدارة مرفوع وعلامة رفعيه أتضم السؤال الثاني بيقول استخرج من الفقرة جملة فعلية وبين ركنيها يأتي إليها السياح من كل دول العالم آه دي جملة فعلية طب يلا نبين الأركان كده؟ ها؟ مين هيطلع الأول؟ أحسنتم يأتي فعل مدارة السياح فاعل شكرا حبيبي لحسن استماعيكم وكرا حبيبي لحسن استماعيكم شكرا